وللمزيد من التعليق تنضم معنا من العمل الحركة المدنية الوطنية شروق العبيت شمساء الخير ومرحبا بك معنا أبدأ معك من الورقة البيضاء كيف تقرؤون أهمية هذه الورقة الإصلاحية خصوصا أن هناك من يرى أنها ورقة لا يتم أو من الصعب تنفيذها وهناك من يرى أهميتها وبرأيك ما أمكانيات تنفيذها فعليا مساء الخير وتحية للجميع بالتأكيد هذه الورقة تستحق الاهتمام وتستحق المتابعة أيضا باعتبار أنه لا بد من منهجية واضحة لعملية الإصلاح ولكن حجم الخراب في العراق كبير جدا وأيضا المقومات أو المنظومة لهذا الخراب لا تزال مستمرة بالتمسك بمواقع صنع القرار ولا تزال هي من تحاول أن تستمر في نفس النهج الذي أدى إلى هذا الواقع الكارثي على كافة الصعود الإصلاح يجب أن تكون له ركائز أساسية إصلاح قطاعات مهمة تدهورت وتدمرت خلال هذه السنوات إصلاح التعليم إصلاح القطاع الصحي القطاع الزراعي القطاع الصناعي هذه المرتكزات إذا كانت ضمن إرادة سياسية واضحة للمضي بعملية إصلاح حقيقية وجذرية فيجب أن ننطلق من هذه الركائز أولا وثانيا حتى بالنسبة إلى قضية التوظيف ومعالجة مشكلة البطالة هي مرتبطة بمعالجة منابع الفساد العراق بلد الجميع يعلم العراق بلد فيه من الخيرات والثروات والمجالات الهائلة للنشاط الاقتصادي وكل نشاط اقتصادي هو يحرك السوق ويوظف العاملين وينعش المستوى المعيشي للمواطني ولكن هذه الثروات متبعثرة تذهب في مناطق مظلمة للفساد وبالتالي لا يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل لما هو مطلوب لمصلحة البلد وبالتالي هذه الورقة وهذه الوثيقة فيها الكثير من البنود وهي حاولت أن تشمل كل المجالات ولكن فيها أنا أفتقد الرؤية المنهجية الاستراتيجية يعني يجب أن تكون أيضا ليس فقط التبويب لعناوين الإصلاح ولعناوين هذه القضايا التي يعني يفترض أن يتم التطرق إلها ومعالجتها ولكن منهجية يعني بمعنى أنه أنا منهجيتي لتحقيق هذه الورقة هي بالاعتماد على تشفيث منابع الفساد وهذه طبعا حقيقة واضحة بدون تشفيث منابع الفساد لا يمكن القيام بأي نوع من الإصلاح أيضا مثل ما ذكرت إعداد الكوادر والموارد البشرية المناسبة لهذه العملية وهي مهمة ليست سهلة طيب هي مهمة ليست سهلة وهذه الورقة مطولة وتحتاج أصلا ثلاث سنوات لتنفيذها وحكومة الكاظمي سوف تنتهي بعد أشهر والكاظمي أكثر من مرة أشار أن هذه الحكومة هي مهمتها فقط إجراء انتخابات إذن من سينفذ هذه الورقة الإصلاحية؟ وهذا السؤال طبعا طرح كثيرا لأنه فعلا هذا أيضا مؤشر آخر على افتقاد هذه الورقة للإستراتيجية والمهناجية يعني لو كانت هناك جهة مشخصة بأنها ستستمر بهذه المعالجات حتى لو تبدلت الحكومة يجب أن يكون عمل مؤسسي يعني إذا واقع الحال إحنا بالعراق ما عندنا هذه المؤسسات اللي تستمر حتى وإن كانت الحكومة رموز الحكومة مثلا تتعطل أو تتأخر أو في مرحلة انتقالية من هي الجهة اللي تكون مشرفة على هذه الخطوات بالطريقة اللي يفترض أن تؤدي غرض منها وهو عملية الإصلاح هذا أيضا من النواقص اللي افتقدتها هذه الورقة ولهذا عندما أقول أنه نبني الركائز الأساسية ونضع لها أطار العمل المؤسسي الصحيح يعني نبني الأساس وبالتالي تكون عملية البناء على هذا الأساس بغض النظر عن انتخابات بغض النظر عن مجيء حكومات قادمة لأن هذا العمل المؤسسي يجب أن يكون مستردا على الشرعية والرقابة الجماهيرية والمنهجية العلمية كيف يمكن أن نبني هذه الركائز الأساسية التي ذكرتها بوجود أحزاف فاسدة لا تريد تطبيق هذه الورقة هذا السؤال الأكثر حراجة والأكثر حضورا يعني في ذهن كل المتابعين لهذا الواقع العراقي ولمن يعني يحلل ويتطلع إلى أن تطبق هذه الخطوات الإصلاحية التي أصبحت هي مصيرية للعراق وبالتالي كيف يمكن هو توفر الإرادة السياسية يعني الإرادة السياسية التي تضع الخطوات مثل ما ذكرت أنا تشفيف منابع الفساد وبمن مرتبطة منابع الفساد بالتغطية السياسية لكتل بعينها معروفة يعني بنت منظومة المحاصصة ونجت عنها منظومة الفساد الهائلة اللي يبتلع الدولة العراقية يعني إلا شوية يبتلع العراق كله ولكن لما أخلي هذه الاستراتيجية أنه تشفيف منابع الفساد بغض النظر عن الكتل السياسية وبشكل ممنهج وليس بشكل عشوائي هنا وهناك أو بخطوات يعني لا توضح المنهجية في عملية محاربة الفساد وبالمناسبة في العالم تجارب كثيرة وهناك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة فيها عديد من الآليات من الميكانيزم اللي ممكن أن تستند عليه حكومة السيد الكاظمي أو حتى من يأتي بعدها للاستمرار بمكافحة الفساد لأنه والآفة الكبيرة التي ابتلعت كل شيء فإذن هذه المنهجية وهذا الاستفادة من الآليات الدولية هي الغائبة ولابد من التمسك بها ولابد من الاستناد عليها كي نضمن أن عملية الإصلاح ستستمر لكن واقع الحال طبعا نعرف أن هذه الكتل السياسية أو الجهات التي تقف وراء منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة لن تتخلى عن الامتيازات التي حصلت عليها خلال هذه السنوات بكل بساطة لأنه تعتبر هذه مكتسبات إلها وطبعا هم يبرروها لأنفسهم بكثير من القضايا ولكن الحقيقة الواضحة أنه هم اغتنوا على حساب مصلحة الشعب العراقي وما جنوه من خلال هذه الأموال الطائلة التي كان العراق يمتلكها ولا يزال يمتلكها ولكنها كأنما ذهبت هباء منثورة في هذه الخنادق المظلمة للفاسدين هذه حق الشعب العراقي وأيضا جزء من الآليات الاستراتيجية هي كيفية استرداد هذه الأموال وعادتها إلى الشعب بأساليب تفيد النشاط الاقتصادي تفيد التطور وبرامج التنمية وتفيد أيضا قطاعات المهمة هذه طبقة سياسية الفاسدة الآن تحاول البقاء بالانتخابات المقبلة والفوز يعني موضوع الانتخابات قانون الانتخابات هناك من حذر نواب من محاولات كتل سياسية الالتفاف على القانون بتقسيم الدوائر على وفق مقاساتها نعم هذا شيء وارد وصحيح وهذه الطبقة السياسية ستحاول بكل جهدها أن تفصل أي شيء على مقاسها ولكن الشيء الذي دخل على المعادلة لأن هذه المحاولات أصبحت مكشوفة للشعب العراقي وللجماهير وللشباب الثوار تشرين فما عادت تنطل على أحد وشفنا الاعتراضات على هذه الممارسات اللي يحاولون من خلالها يشوهون إرادة الناخب العراقي وبالتالي هناك رتفعل حتى على قانون الدوائر الصغيرة الآن أنا أسمع وأحضر ورش عمل وندوات ولقاءات مع الكثير من المجاميع من النخب من الحركات والتنسيقيات بدأوا يطالبون بأن نرجع إلى الدائرة الواحدة وأن نرجع إلى القانون الطبيعي الذي شوه من قبل هذه الطبقة السياسية لأن فصلته على مقاسه قانون سانت ليغوم هو من أفضل القوانين الانتخابية بالعالم الذي يوالم وضع العراق ولكن شوهوا بطريقة بشعة وصلوا إلى 1.7 أو 1.9 وبالتالي ما عاد هو القانون الذي يصلح حتى لأي انتخابات وسيشوهون أي قانون آخر طيب ولكن بما أنه أحنا فتنا الآليات كيف يتشوي هذا القانون؟ يعني برايك أنه ما الثغارات في قانون الانتخابات التي من الممكن أن هذه الكتلة تستخدمها لتعيد إنتاج نفسها من جديد يعني بما هو مطروح حاليا الدوائر الصغيرة طبعا فيها الكثير من الألغام والإشكاليات يعني حتى في صياغة القانون في عملية حتى وإن فرضنا أن هذه الدوائر سيتم تبنيها قانونية كيف يمكن لمجلس النواب أن يعد الجدول لهذه الأقضية والنواحي لكل محافظة ويصوت عليها هو كقانون في حين الحدود الإدارية والسياسية لهذه الأقضية ولهذه المناطق هي اختصاص آخر مختلفة في وزارة التخطيط هي في دوائر حكومية سلطات تنفيذية هي التي يجب أن تحدد هذا الأمر طبعا إحصاء سكاني أيضا كل هذا تجاوز مجلس النواب وفرض جدول وفق مصالح الكتل السياسية وهذا الأمر مكشوف يعني نحن نرى ما يحصل في نينوى من احتجاجات أيضا في بغداد هناك كثير من الاعتراضات وفي بقية المحافظات أيضا وهذه مشكلة الطبقة السياسية لا تفكر بردود الأفعال لمصلحة الشعب ولا تفكر الآن ولا تأخذ بنظر الاعتبار الآن أن الشعب لن يرضى بهذه الطريقة التي استمرت عليها أن تنظر لكل القوانين تفصلها على مقاساتها على مصالحها وتتجاهل مصلحة الشعب العراقي هذا الأمر لن يستمر ويجب أن يفهموا أيضا أنه هذه الآن أصبحت قضية وجود ومصير بالنسبة للشعب العراقي استرداد العراق من هذه الطبقة السياسية وضحت أصورة وأعتذر منك نظرا لضيق الوقت انضمت معنا الأمين العامة للحركة المدنية الوطنية شروق العبايتي شكرا طبعاك معنا شكرا